الميت انت ممكن تسألني اوكي انت من راح تجي على الميت ممكن تسألني لما نخرج خارج الميت ما راح تقدر تسألني يعني راح نمشي بالمادة فماغيت كنت أخونا عن المحاضرة وبنفس الوقت احنا اليوم لدينا موضوع جديد أداة جديدة من أدوات الماتلاب اوكي فرح نبدي بهذا العدد انا راح ابدي اصعى اكثر من ربع ساعة فانطر ابدي لانه وقت لا يفوتني انا جهزت لكم وورد او بي دي اف عفو نزلته وايضا راح اشرح بس راح اشرح شغلات بحيث انت اشو تفتحه هذا الموضوع اليوم الشاشة ظهرة يمكن من الماتلاب نعم نعم استاذ ظهرة نعم راح اشرحكم على ايه هذا السيميونينك هذا السيميونينك تجي بعد ما تدخل الماتلاب تجي تدوس على هذا السيميونينك ستارت سيميونينك تضغط على هذه راح افتح لك الشاشة مع السيميونينك السيميونينك طلاب اسهل من الماتلاب انا اشوفه اسهل لانه السيميونينك الشغلة الحلوة الشغلة الحلوة الشغلة الحلوة انه انت بلوكات وتستدعيها يعني تمام راح تكتب كود بيدك كتكست لا بلوكات راح تستدعيها يعني راح تفتح لك هاي الشاشة بعد ما راح تفتح السيميونينك تطلع لك هذي الشاشة انت تجي تسوي لك بلانك موديل تجي تسوي موديل فارغ راح تستخدم موديلات اوكي؟ موديلات يعني الادر راح تستخدم موديل تاخذ موديل مالادر بلوك مالادر كامل تاخده العدد تاخذ بلوك مثلا مكتوب عليه كونستانت السين تاخذ كذا كلها بلوكات راح تتعامل على مستوى البلوكات ها محمد رفعت إليك استعبت الصورة بس ما أطلعها بعد ما أعمل ما الموديل وما موديل ها دقيقة نعم ثابت يمنا ها بل ضبط شوف دقيقة هناك ها طلاب مبدئيا ها يون تيرت ها ستعيش أشتن ما طلاب راح أدوس السيميونيك أوكي راح أدوس السيميونيك بعد ما أدوس السيميونيك ما طلع ما طلع ما طلع ما طلع صورة هناك في هذا هذا المهتلاب راح أشارك كبير ببداية هذا المهتلاب ظهر غير تماما ظهر دست على هذه دست على هذه ها سيطلع لك شاشة راح يطلع لك إيه هذه لا راح أسوي لك عرض الثاني أه أرض الشاشة الثاني ها هي الشاشة راح تطلع لك ايه اسم يونينك ظهرت؟ نعم نعم استاذ ظهرت ظهرت حسا ستسوي بلاك موديل ثم راح ادوس هذي اعطى لك شاشة اخرى زين ولا اقل اقل لكم تعفونه اشو ستسوي راح اسوي استاذ عرض كامل حتى لانكل شوي ذاكب بالضبط استاذ ظهر يمكم استاذ ظهرت يمكم اسم يونينك لا استاذ ماكو شاشة عرب استاذ استاذ امي ماكو قاف السبب النتش لا مان نتش ما هو الان عندي اكثر من الشاشة اسم يونينك يفتحب اكثر من الشاشة ايه النوافذ الاشواء افتحنا شبه دقيقة كونسل نافذة استاذ افتحنا مان نتشاهد افتحنا افتحنا إيه هنا راح تيجي على بلاك موديل كريايت موديل اوكي طلاب هالي يدوسها ده تشوفني تشوف نعم كريايت موديل او بلاك موديل راح تظهر لك اي شاشة هاشوف لك الشاشة اللي راح تظهر لك اظهر لك هذه الشاشة شفتها؟ نعم نعم طلعت يعني الثرث خطوات الخطوة الاولى بين الماتلاب تضغط سيميولنك فوق راح تظهر لك شاشة السيميولنك راح تظهر لها بلاك موديل تضغطوا تضغط على هذا البلاك موديل يعني موديل فارغ يفتح لك موديل فارغ زين؟ كل يش حلو هسه تشرح نسوي طلاب هذا شاشة السيميولنك اليوم راح ناخد شغلة بسيطة عنها راح نرسم ساينويف راح نرسم ساينويف تجيي هنا على المكتبة لابريا براوسر هاي المكتبة مع السيميولنك يعني هاي المكتبة ينطيك إياها يطيك كل الشغلات الموجودة بالسيميولنك ساين؟ راح أضغط عليها بعد ما أضغط عليها راح راح تطلع لي نافذة دقيقة هذه النافذة سيميولنك لابريا براوسر أصلاع لي هاي النافذة طلاب شوفوا هاي اللابريا براوسر نعم نعم حسا بعد ما فتحت الموديل معايا إذا تتبع يطلع لك هذه الشاشة خوش بيه هذا السيميولنك اي بيه هذا السيميولنك تقدر تختار الشغلة اللي انت تريدها تيجي تكونتينيوز سكريت كذا شغلات كثير أكو شغلات موديلات بيه حاجة تشوف الشونا انت مجرد انه انت تستدعيها وتربطها مباشرة يعني كأنه انت عندك مختبر وبيه أوسلسكوب وبيه خلينا نقول أجهزة الإلكترونية وبيه إشارات وبيه كل شي بيه شغلات متعددة بيه مكان ما انت تكتب الكود كتابه حتى تبرمج انت راح تاخذها كبلوكات مثل ماذا شوفوه قدامكم هاي خاصة بالماث أوبرايشن يعني هاي الابرايات ما يسمينه تروح على اول وحدة هاي خاصة بالكنتينيوز هاي خاصة بالداشبورد هاي خاصة بالسكنتينيوز هاي خاصة بالماث أوبرايشن يعني عمليات الرياضية كل وحدة منهم تضم مجموعة من البلوكس حسب ما انت التي تستخدمه يحد هنا واضح الفكرة واضح الفكرة ان شاء الله طيب احنا راح ناخذ سينويف اوكي راح ناخذ سينويف تيجي انت اول شي سينويف بش راح يرسم بلوسي السكوب صحر و لا نعم سا ناخذ السكوب لازم يا سينكس يا سورس يا سينك شوف سينك او سورس بالسينك موجود هنا سكوب تشوف سكوب هذا ما تفعله اصدق اليمين اضح الفكرة اضح الفكرة انت اضح الفكرة اضح الفكرة أخاف تنساها أخاف تنساها تقدر تكتب من هنا ساين باحث بس نبحث بالبحث ساين ساين كتب بالعربي كتب كتب بالإنجليز يسا كتبت بالإنجليز آه آخر آه آخر زين أسا ساين أريد أن يطع لك الساين مباشرة يطع لك يا أبو هاي الشغلات بها سن أن أنت عملها أي شغلة من الممكن أنت ساين ويف من الممكن أنت تجي تأخذها بالبحث يعني مثلا أنا نزل لك موديل مع السيميونينج أنت ما تعرف هو موجود موجود بالسيميونينج لو موجود بهذا ولا كله أنت وجرد أنت بالبحث تكتب اسمه بس كتب لي اسمه بالبحث يطلع لك نعم زين أسا أنت مبدأين ساين ويف عوفنا أنه يبني السورس أنت بتعوفهم أوكي رح نيجي على الساين ويف يعني آخذ هذي كيك يمين آد بلوك تو موديل أنتايتلت وديت هون آل موديل أسا داعر الساين بس ساين واسر سكوب زين أسا أشيل البراوزر أروح على أنتايتلت أشيل البراوزر أروح على أنتايتلت آل موديل المالتي نافذ أنتايتلت حيانو ظهروا لعدكم الشاشة من أنتايتلت نعم نعم نشوف هذا الساين اللي سويت له آد وهذا الوسيرسكوب هذا الساين وهذا الوسيرسكوب أجي أسوي بس أجي أجر خط من هنا إلى هنا و استدعى بلوكات هذا السيميرين خليتها هنا طيب هاي الساين وهذا البلوك زين أنا أريد مثلا يعني خلي نقول شغلات بالساين أشغل الأمدلوتيود ما لها أشغل التردد ما لها مواصفات الساين هذي أشنو أجي على البلوك أدوس عليه دوستين أضغط عليه دوستين حتى يظهر لي السيتنج ماله شوفوا طلع عندي ما فتح يا أستفتح بلوك براميتر أنا نافذة جديد نافذة طلعت هي جديد هاي منين طلعت هاي دوستين على الساين دوستين على الساين طلع لي بلوك براميتر الشغلات اللي تتحكم بالبلوك مواصفاته أشنو طلعت يمكن بلوك براميتر لا أستاذ لا أستاذ لا أستاذ دقيقة آه شوية متعبة بس يلا ما يخالف أنا لازم تفتهموهم النافذة اللي طلعت لي هذي مشاعتما؟ نعم بلوك براميتر بلوك براميتر بلوك براميتر هاي بلوك براميتر بيها الامبليتود مع الساين وبيها البيوز وبيها فاقونسي وبيها الفيس بلوك براميتر هاي يعني ايش قد تغيد الامبليتود مع الساين خوما تغيد ولا واحد احتمال تغيد احتمال تغيد احتمال تغيد احتمال تغيد ثلاثة سالب واحد وهكذا البيوز هذا الافسيت او خلينيقول تشفيت مع السيجنال تمام ولا ما تمام دعا قليها المعادلة اي ام بي و الامبليتود في ساين فرق في ت زائد فيز زائد بيوز اتشوفه فيرسملك يرسملك هذه الاشارة فالامبليتود مثلا انا اريده اربعة اخلا لما كان الامبليتود اربعة البيوز اريده صفر يعني ما اريد اضافة يعني اشفت ما غير اشفت الاشارة هي البيوز تشفيت الاشارة الالكفرق بالرديم بير سكن هاي اشنو رديم بير سكن هاي هاي الاميجا اللي حكينا عليها بالاشارات هاي الاميجا وليس الهيرتز اكو هيرتز واكو رديم بير سكن هاي 2 باي في الهيرتز 2 باي F خليها واحد والفايز اللي هو خلينا زائد الزاوية ما للزحف خلوها صفر فمثلا إذا قل لك ما لها هلقة ما لها هلقة انت تعرفش تقصد غدا بعد غدا قل لك هذي الساين ما لها مثلا سالب واحد البيوز ثلاثة هلقة تفتم عليها فانت حسب المطلوب عندك بالسؤال نحن مبدئيا فقط نريد نغير الباقي كله نخليه على الديفولت اوكي تمام اوكي خلصت بلوك براميترس اقول له اوكي هسا ارجع وين على الشاشة مال 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 السيميونينج طلعت السنو ما طلعت طلعت الشاشة طلعت الشاشة مال السيميونينج جيد هسا تأتي هنا تأتي هنا على الرن دوس الرن تتظر شوية الى ان اكمل الرن مال وطلع لك صوت اوكي طلع لك الصوت تأتي هنا على الوسيسكوب شوفوا طلع راح تنجي بعد ما طلعت الشاشة مال السيميونج بعد ما ادوس دوستين انا راح اطلع لك الصوت ناشي ده سكوبيانو شوف هذا طلع شوفتوه اسا اي نعم الامبتوتيود مالها اربعة مثل ما قلنا و هكذا يعني سكوبيانو سكوبيانو شون اما اتكرارت مارتين على هذا اي 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 هو حسب الـ اوكي فهغا رسمنا به ساين شوفوه اش يحتاجين حتى نرسم الساين عاست عاد الوسيسكوب يامكم شفتوه خلنشوف اش يحتاجين بالسيميونج ايقاف المشاركة خلنشوفو نافلة الاخرى الانتاتلت شيرت اش يحتاجينها ظهرت الشاشة يامكم غير اي نعم بس جبنا البلوك مع الساين وجبنا الساين تمام ما احتاجينها اكثر ومدينا خط وكل بلوك بي configuration او parameter نلعب بيالاي الparameters حسب الشغلات المطوبة من عندنا هذا الرسم منك هكا حكرة بسيطة ساين ويف ورسم بالمثال بالمثال اللي انا نطيتكم اياه نطيتكم اشارتين ساين وجمعهم جمعهم بالخي نقول بالPDF اللي نزلتوه نفس الشي نفذوه كلهم موجودين بالبراوزر تستدعون البلوكات خلوها هناك واتمدون خطوط الconnexion مثل ما انا مديتها واسورا وبعدها تشوف الاساسكوب اكو شي مواضح كنتم مواضح ووالله كنتم مواضح ووالله ووالله انا مبدئيا محمد نظم ومحمد فرقد معايا خلو نشوف الباقي منو معايا حكم ميلاد 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 اشع صامتة ميلاد ميلاد ايه استاذ اكمعكم ايه ميلاد افتهمتي معتك سؤال لا استاذ افتهمت كلش مليح هاي مبدئين كبداية للسيميونيك طلب سيميونيك اشنو بي سهل بصعب اسم الله اسهل من الكودات اسهل من الكودات مبدئين اسهل مبدئين اسهل بس يعني هو هذا نقولك شي بسيط يعني بعد ما تعمقنا شغلات كثيرة حتى بالتخرج مشاريع التخرج تحتاجوه شي حلو والله ايه استاذ احنا امتحاناتنا تأجلت لو لا ما تأجلت والله ما عندي معنى اخر خبر ما عندي علم قصة اخر خبر سمعته من مقرر المسائي انه امتحانات نهاية الثالث او وسط الثالث وسط الثالث راح نمتحنكم عملي بالوسط مشار الثالث نهاية الثالث راح نمتحنكم النظري سعزان الالكتروني امتحان الالكتروني خير وقع خير وقع خير وقع نحن نخلصنا محاضرة غير قبل موقف التجهيل احد عنده سؤال على المحاضرة لا استاذ بس سؤال الامتحان الالكتروني اشتركوا في القناة